بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلنا وهو المستعان عدنا والعود أحمد نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودائما وكما عاهدناكم دائما ومنذ سنتين سنستمر في التعريف بالمظلومية مظلوميةنا الشرعية والمشروعة وسنبقى مستمرين في الكشف عن جميع المغالطات والنواقص والعيوب والتقوب والتجاوزات والتحراميات والتشهليب الذي شاب حلحلة هذا الملف الذي رقى التوابع وأقصى الأصل وقد شرحنا ذلك في فيديوهات سابقة وبالتفصيل الممل ولن يتنين ذلك عن الاستمرار وفي التعريف دائما وفي الكشف عن الحقائق وعن الأشياء التي مورست في حلحلة هذا الملف والتي أتت على أنقاذ الضحايا الأصليين ترقية مبطورة بنيت عن التفيئ والتمييز والإقساء أقصة الأصل ورقة التوابع وتوابعي التوابع إذن لن يفوتني أن أرفع دائما شارط النصري عالية لجميع الشرفاء والشريفات الأحرار والحرائر الذين فعلا مدوا لدى يد العون والمساندة ودعمون في وقت محنتنا في الوقت الذي تكالب علينا الجميع وتم إقساؤنا بدون رحمة ولا شفقة قاموا بإقساء حوالي عشر آلاف أميتين متقاعد ومتقاعدة بمن فيهم المتوفون رحمهم الله جميع الأفواج التي تقاعدت تصاعديا من 2003 إلى ما تم من 2011 ما اكتفي بهذه المداخلة وهذه المقدمة البسيطة لنخش في صلب الموضوع دائما سنركز عن كيف تم إقساء الفئة الأصلية والأساسية وكيف تم السطو عن حقوق المتقاعدين والضحايا الأساسيين وكيف تم يعني ترقية فئة احتسبت نفسها ضحية من ضحايا النظامين وما هم بضحايا ولكن خيل إليهم إذن فأساس المظلومية الأساس دير هذه المظلومية بنية على يعني الفئة التي كانت جد متضررة الفئة التي كان مسارها المهني محدود الفئة التي تأخرت في طرقيتها وقد وضحنا ذلك في الفيديوات السابقة حيث أنها الفئة التي كانت مستهذفة هي الفئة التي كانت تطرق من سلم إلى سلم بـ 14 سنة 15 سنة 16 سنة 17 سنة بل هناك من ترسم في السلم السابع بعد أزيد من 20 سنة ومنية المظلومية أيضا عن الفئة التي كان مسارها المهني محدودا وقرصنة سنوات تعد بالعشرات من مساره من مهني ومنهم من طرق مرة واحدة أو مرتين خلال مساره المهني وفي أحسن الأحوال تقاعد بالسلم العاشر ومنهم من تقاعد بالسلم التاسع وبالسلم الثامن بعد أزيد من 40 سنة فمنهم من قد 42 سنة 30 أو 40 سنة من العمل المتواصل المضني ليجد نفسه في آخر المطاف متقاعد بالسلم الثامن أو بالسلم التاسع وبمعاش هزيل لا يتعدى أو لا يصل حتى للحد الأدنى من الأجور وفي أفضل الأحوال تقاعد بمعاش هزيل لا يتجاوز 3000 درهم شهريا أو 2500 درهم شهريا أو 2000 درهم شهريا والأرملة التي لا يتجاوز معاشها الشهري 1250 درهم شهريا هذه الفئات هي الفئات التي كانت مستهدفة والتي كانت سيبلي بالاعتراف بذلك المطلومية لألفين وثلاثة وخمسة وثمانية في حين تنجد هذه الشريحة التي كان يعني طالها الحيف وطالها الظلم وطالها الإقساء و يعني كانت معاشاتها جد هزيلة وتقاعدت بمعاشات بسلالي من دنيا التاسع وما دون نجد أن هذه الفئة هي التي تم إقساءها جملة وتفصيلا وتكالب عليهم الجميع ولم يتحدث عنهم أي أهد وقاموا بالتضليل خلال تنزيل هذا المرسوم جلسة 17504 من تنشوفه وتنقوم بقراءة هذا المرسوم تنجد أنه في الجوهر يعني هو يتحدث أنه يستهدف السلالم السابع والثامن والتاسع يعني كل من توظف بالسلم السابع أو بالسلم الثامن أو تخرج بالسلم التاسع فهذه هي السلالم اللي كانت مستهدفة من هذا النظام الأساسي من هذا المرسوم جلسة 17504 إذا تنوجدوا بأن في هذا المرسوم اللي تم يعني إصداره يوم 13 جوان 2019 ونشره بالجريدة الرسمية 26 جوان 2019 يعني هذه 26 جوان تاريخ النصب الجريدة الرسمية هو التاريخ للتنفيذ وبالتالي ف يعني الفئة التي كانت تزاول وعملها امتداء من 26 جوان 2019 وما بعد هي الفئة التي هي مزاولة مزاولة وهي التي لها الحق والأسبقية في الترقي بكل بساطة لأن الإدارة دائما كانت ترتكز على يعني القانون الذي يقول بأن الترقية هي من حق المزاول النشيط وليست من حق المتطاعد من المتطاعد هنا كانت جوش الأصناف دي المتطاعد 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 من التطاعد قبل يعني حالته على المعاش أو على التطاعد كان لا يستوفي الشروط لا يتوفر على الشروط النظامية من أجل التقييد في جداول الترقي بالاختيار السنوية يعني الإسم لم يريد في لوائح للترقية بالاختيار إذن في هذه الحالة لكان يعني قاعد وما كانش صادر الإسم ديالو في الترقية بالاختيار فهو ليس معني ولا يعني يعني ما تستحقش الترقية أبدا بالصفة نهائية وترتكز الإدارة هنا أن يعني هذا اللي تقع اللي أحيل على المعاش وحُدف قد حُدف من الأسلام وبالتالي لم تعود هناك أي رابطة وظيفية أو أي صلة تربطه مع المشغيل أو الإدارة التي ينتمي إليها أو إلى الوظيفة العمومية وأولى هذه الساعة يعني أحيلة أحيلة أوراقه وأحيلة على المعاش يعني أحيلة على الصندوق المغربي للتقاعد وأصبح متقاعدا فليس له الحق لا في الترقية ولا في التعويضات بل الشعلاج المتقاعدين من 97 لم يستفيدوا من التعويضات التي كانت تمنحه عبر الزيادة بل سواء الاتفاق من الالفين وعشر أو الاتفاق من 2019 ما كانوا تستفيدوا لأنهم يعني الجميع اتفق على المتقاعدين وهم القوش يزيدوا في الراتب الأساسي لأن الراتب الأساسي هو الذي يخول للمتقاعد أن يستفيد من الزيادة قوش يزيدوا غير في التعويضات وبالتالي فالتعويضات لا تمنح إلا للعاملين الذين لا زالوا يشتغلون لا زالوا مشطاء لباقين عندهم صلة وظيفية مع القرار إذن المتقاعد مني تتقاعد وما تكونش قبل ما يتحدث من الأسلاك يعني مستوفي الشرط النظامية ومقيد في الجدول الترقي فهذا المتقاعد لا يستفيد من الترقي تنوجدهم أنهم في هذا الحل لما يسمون أنفسهم ضحايا النظامين هذه الفئة من المتقاعدين التي لا تربيطهم أي صلة وظيفية مع الإدارة ولم يكونوا مقيدين في جدول الترقي لأنهم لم يستوفوا الشرط النظامي دي العشر سنوات الذي حدد في حدده المرسوم حدد في المرسوم دي الجوز 0403 الذي يحدد شروط ترقي في الدرجة والإطار بالنسبة لموظفي للموظفي بصفة عامة دي الوظيفة العمومية بصفة عامة إذن نجدهم أن هذه الفئة لما تستوفي الشروط لممشي الجلاش في جدول الترقي قبل ما تقاعد حدفت من الإسلاك وحيلت على المعاش يعني ولت محسوبة على صنة التقاعد هما اللي ولوا عندهم الأولوية وولت عندهم الأسباقية وقاموا بترقيتهم في أول الأمر في أول الأمر كانت ترقية بدوها من 1-1 2016 وحتفظوا بهذا التاريخ المرجعي 2016 اللي كانوا تافقوا عليه في الاتفاق 25 أكتوبر 2016 وباش يمارسوا واحد التطليل احتسبوا بأن الطرقية دي ال المعنيين بالأمر من 1-1 2016 هو هذا المرسوم دي المزاوين هذو هما المزاوين علاش جاروا أنهم المزاوين باش يعني ما يحتسبوش بأنهم راهم يعني فتحوا عاودوا فتحوا باب الطرقي بالأطار الرجعي اللي كان بن كيران بن كيران هو اللي كان وقف الأطار الرجعي امتداء من 1-1 2012 مبقاش ترقي مبقاش عندو شي حاجة اسمها الطرقية بأطار الرجعي من 1-1 2012 اللي بينا قوصي اللي هي اللي كانت السبب باش تخلصوا من نحن تخلصوا من حوالي 16.916 متقاعدون متقاعدين ما فيهم تنوفون رحمه الله اللي قاعدوا قبل ما فيهم 2012 اللي كان الإحصاء ديالهم موجود وفي عهد الأستاذة لطيفة العبدالله جزي بخير متقاعدون إلى غاية 2011 إذن باش يتحايلوا باش ميبينوش بأن ركين هناك يعني ترقية بأطار رجعي ذك الشي لاش اعتامدوا قالوا بأن المزاولون هم فقط من 2001 عهد 2016 في الوقت يعني المتقاعدون من 11 عهد 2016 هم متقاعدون هم متقاعدون فأصبح هذا المرسوم ديال المتقاعدون من 11 عهد والمقبلون على التقاعد في الوقت اللي كان هو أصلا مبرمج بشي يكون فقط تغيير بالنسبة للمزاوين إذن كون احتسبو ديال المزاوين كان غدي يحتسب من تاريخ النشر من تاريخ النشر يعني ديال هذك المرسوم جوان 19 504 اللي هو 26 جوان 2019 وبالتالي فيقومون باحتساب تاريخ المفعول المالي والإداري فقط ابتداء من 1 1 2019 وبالتالي فكل واحد وحيلة على التقاعد بعد 2019 يحتسبو له 1 1 يعني 1 1 2019 من سنة حالة المعني بالأمر على التقاعد هذا هذا تضليم لأن تنجده في البرصول في الجوهر جاء من أجل تحسين شروط طرقي ومن أجل تسريع الطرقية بالنسبة لهذه الفئة وهي كانت فعلا مستهدفة وتتوفر على الشروط لماذا أنها هي مستهدفة بهذا الحل وبهذا الحل سنعود رجوع إذن تحسين شروط الطرقي ومن تسريع التسريع الطرقي هذا يدل ويقطع الشكة باليقين بأن هذا المرسوم كان للمزاولين إذن كيف كان للمزاولين ويعني محافظين على التاريخ المرجعي 1 1 2016 هنا تساؤل كبير تساؤل كبير في هذا الوقت مني كانوا داروا الانتفاق وجدوا أي واحد قاعد قبل من 1 2011 كان مقصيا وكان حوالي 17 ألف تقريبا حوالي 16 ألف 716 اللي كانوا قبل اللي كانوا كلهم مقصي عندما كانت المفاوضات وكانت تدخولات إلى آخره وكما قلنا سابقا بأن الوزير لم يكن تذكروا لي شيء متقاعد قبل 2012 وذلك رجع لليسان لديه بأن الملف بقاعد 2012 يعني خبروه بأن كينين ربعة الأفواج هي مقصية أصلا مقصية من المقتدد المرسول 19 514 ف إجدار يعني هذا الذي وصل لي من المعلومات التي هي زائفة وباطلة لأن الأصر ربعة ما خبروش بأن كينين حوالي كانت متقاعد مليون 16 916 اللي كانت قاعدة قبل 2012 اللي كانوا يعني تخلصوا منها بداعي أو بداريعة أن الترقية هي تخص فقط المزاوين ولا تخص المتقاعدين يعني صبقوا فيهم القانون اللي تيسري على الجامعة وبالتالي مني جاء بن كيران قال لي هم ما قال شي حاجة ديال تقاعد يعني الترقية بالأطهر رجل ما فهموش هالأشياء فهمو أن هم رابقين غير هذ الأربعة الأفواج يعني راهية اللي بقات ومقصية أصلا وقال لي باش يعني انتاز على الفاتيل ديال هذة الاحتيقان وحينت ما بقاوتي حوالي شي 360 إلى 301 مقاوض من التقص ومقاوتي الضار في شوارع الرباط ف ستعد باش يقنعوه بأن رابقات غير هذة الأفواج فقط وغادي يعني نشوف لهم حل وغادي أرقوهم ونطوي الملف وغادي يقنعوه بأن الملف سواء رئيس الحكومة سواء وزير التربية الوطنية سواء ناطق رسمي للحكومة أن أستاذ الخلفي كل هؤلاء يقول لكم أن الملف ستعد لأن هذا ما يقنعوه لا يوجد الحقيقة التي سنوصلها لن نحن من بعد لأن وصلته الحقيقة لم يكن يدوز هذوك يعني يدووش الأفواج ربعت الأفواج وغير يجعل الآخرين ما قبل وغير يرقى من 2003 حتى 31 2012 2011 2015 إذن كما قلنا وكان هذا الحل وهذا الذي أعطاهم يوم قبل لأن كانوا مقصيين فأعطاهم يوم قبل يوم قبل إحالة على التقع يوم قبل الإحالة على التقع واصباحوا ودوزوهم خلافا للقانون اللي كانوا داروا هذه الساعة داروا بالكيران لا يديا الاقتطاع للمضربين بقوة أنه تتحجج لهم تهواء بأنه الأجر مقابل العمل وهذو ما كانوا شهر تامين وطاهم يوم قبل وخلصوا من المال العام وداروا لهم يعني طرقية استثنائية يعني بدون إخداعهم للحاصي السنوي من السلم العشر إلى السلم الحاضي عشر وأخفوا عنه كذلك بأن هذه الفئة التي هي دي المتقاعد من 2012 إلى 2018 بأن هم هالفئة كانوا يعني راتترقاوا أكثر من أربع مرات كانوا دخلوا غير مقاتل ومدريرين وقدوا سنوات لترسموا في السلم السابع وترقاوا التامين ترقاوا التاسع وترقاوا العاشر أو التاني رقاوا من الحاضي العاشر ما عرفش أن هذا يعني ما تيخدعوش إلى الشرط الأساسي الذي على أساسه تم الاعتراف بالمظلومين وهو أن المسار المهني يجب أن يكون محدود فلا يؤقل يجب أن ترقا ثلاثة مرات أو أربعا وتترقي وتتقسي واحد يلا ترقا مرة واحدة أو اثنين وفي أحسن الأحوال ولا هذوك المزاولين اللي ما كان الحل من أجلهم ولا فقط تعطعتهم يعني سنوات اعتبارية وخلوا وطبقوا فيهم الكوطة وبقاوا يتبارون بالنقاط ديالهم حتى وجدناهم أنه كين فيهم اللي دا كتر من 13 سنة اللي باش ترقا في حيل أنه كانت عادهم غير 6 سنوات وتعطعتهم 4 سنوات وعاودوا جنبوهم الحصيص ودازوا ب6 سنوات ولا من التاسع للعشر ديزين ب6 سنوات ومن العشر للحضاعش ديزين ب6 سنوات يعني في ضرف 12 سنة ترقا ترقا مرتين ضرب جوج سلالم وخبط جوج سلالم في ضرف 12 سنة في ضرف من التاسع للعشر ومن العشر للحضاعش وهدو اللي تقساو يعني من سلالم إلى سلالم كاللي ضرب 17 سنة و16 سنة باش يترقا من سلالم إلى سلالم ولا مقصية وفي أحسن الأحوال كاللي ضرب 14 سنة غير باش يترقا من سلالم إلى سلالم وترقا فقط مرة أو مرتين ولاو مقصية ولاو مقصية إذن هذه الحقيقة ما بسطوهاش لأنه ما كانش واحد دراسة منطقية دراسة موضوعاتية دراسة يعني موضوعية ودراسة تقنية للملف بل كان هناك تسرع وتخبط وكان هناك إرضاء لهذو كل اللي كانوا في الليجان أو في الجمعيات ذوك يعني رؤوس الحربة يعني دالوا القلول اللي كانت في الصالح ديالهم حتى الناكلي اللي تقاعدوا من بعد 2017 وداروا لهم مراجعة ولو بترقيم 2016 باش يجنبهم باك الإصلاح المقياسي اللي تسموه الإصلاح البنكيراني ديال 2017 ديال إصلاح سنديق التقاعد إذن هدو قلنا الفئة ديال متقاعدين اللي كان هدو ما خصو مش إلوزو ولا وديزين الفئة الأخرى ديال المتقاعدين أنا هو ما تيجو يقول لك من حق الترقية من حق الناشط نعم هو شيء من حق المتقاعد ولكن ما تفرقوش تيجو عند دويل المسلط ووقفو روريناكم لما مستوفيش شورو كبير ما هل معاش هذا أخرى ديال المتقاعدين اللي تتكون أصلا مستوفي الشورو كينا فئة ديال المتقاعدين اللي هي مستوفي الشورو ديال الترقي ومقيدة في جداويل الترقي والأسماء ديالها مشارت ووالدت في اللوائح ديال الترقي بالاختيار يعني صدرت وخرجت قبل ما يتحلفوا من الأسلاق وقبل ما يتحالوا على التقاعد إذن هذه الفئة تتكون تهيئ تتسال علاش لأنها ميني كان استوفتية الشورو وتقيدات وخرجت الأسماء ديالها بالترقي ديالها يعني ميني كانت باقة تتخدم وباقة ناشيطة وباقة مزاولة وباقة تتربطها رابطة وظيفية بالإدارة إذن وخطتي تتقاعد هذه تتسال لأن الوضعية ليست نهائية بل باقة في طور الدراسة لأن الوضعية النهائية هي التي لم تتبقى تتسال يعني مني تتحال على المعاش وما كان مقيد في جداو الترقي لا تتسال كان مقيد في جداو الترقي ولوحد الترقي خارج قبل ما يتحال المعاش هذا كرت يتسال باقي عند الوظيفة باقي on activity باقي active باقي مزاوي من استوفى الشرع الدليل لذلك تتقاعد الناس في 2005 متقاعد في 2005 2006 متقاعدين وجاءوا وعودوا ثاني يعني ملؤوا الاستيمار الطرقية ديالهم ودروا ليهم لوائه ديال متقاعدين بحدهم وكانوا غيذو وكان بزاب ديال تبند عضو صور ونطيم مثال هنا هم المتقاعدين اللي تقاعدوا أفواج 2003 2004 2005 اللي قلنا اللي كانوا رشحوا بالمادة 112 وكانت طرقية استثنائية والأسماء ديالهم صدرت لمدة ثلاث سنوات قبل ما يتقاعدوا يعني كانت بقى عندهم رابطة وظيفية معهم وكانوا هذه الساعة تحجوا بالسيولة المالية تحجوا بالاعتماد المالي وأقصوهم ووقفوا لهم بابتداء من الأفواج من الأفواج 2004 2005 2006 ومدرج لهم مراجعة المالية ومن أقصوهم من مالي كانوا يتقاعدوا العتراف بالمظلومية في الأول كانوا فقط يتقاعدوا غير لخريجي السلم الثامن من 1980 1986 ومالفئ المالي كانت مستهدافة لماذا؟ لأنهم في 2019 ستجدوا 930 سنة ومالي 38 سنة يبقى يلا مرتب في مسار ه المهاني يبقى مرتب السلام 36 سنة يلا يبقى التاسع في 2019 بعد 30 سنة باقي في العاشر ومالفئ كانت 88 إلى 86 ومالفئ كانت مستهدافة ومالفئ كانوا الآخرين وكانوا السابع فقط كانوا المدوز المتخرجين من المراكز المعلمين 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 لم يكن معيني معيني ودخل وكانوا من العلمين المعلمين المعلمين كانوا ودخل مدخل كل ومدخل الناس المعلمين ودخل مرتب مرتب السلم السابع من 72 إلى 1979 لأن كانت هناك فئتين المرتبون السلم السابع من 72 إلى 79 والمتخرج من السلم الثامن من 80 حتى 86 هالفئة اللي كانت مستهدافة هي من 80 إلى 86 تنوجدهم أنهم من يجوا في 2019 وداروا هذا الحل لأنهم كانوا يخرجوا تقاعوا ذلك الساعة 45 سنة 79 2019 بش يبدأ الحل و2026 يكمل الحل هذا هي البرمجة اللي كان صدقوه هادو اللي كانوا مستهدافين صدقوه هما اللي ما استهدافون اللي هما تطلوه في الأول واخدوه الماضي يعني من يجا ذاك الحل شكول لي ولا مستهدافة هادو اللي كانوا أصلا ما كانواش غادي يستهدافون اللي كانوا مرتابين 72 73 أولا هما اللي مستهدافين هما هما اللي مترقيين الأوائل وهما اللي يعني اخدوه الغانيمة دي لذاك الحل وهذا الأشياء ما كانش يعني واضحة وجالية سيد الوزير يعني ستعرفون شيء غالات ديال الوزير بزاف وبالنسبة كنين مثلا 23 ميلف ما غا يمكنش ليه يوضحه لي كل شيء ديال ميلف بيميلف طبعا ما غدا يعرفش كل شيء وتيكون هو يوكله المهمة دياله ويفوضه الأمر دياله إلى الكاتب العام الذي يشرفه على يعني هذيك الليجان ديال الترقيات واللي تعرفوا الخباية هم المديرية ديال الموارد البشرية مديرية ديال فضل النزاعات القانونية وأيضا يعني التنتيلية النقابية التي تشاركوا في هذي الليجان هذو تعرفوا المسائل وفعلا كان واحد الكاتب كان دائما يشير إلى ضحايا المادة 112 عارفهم مزيلا وضحايا الذين توظفوا قبل من 1993 هما هذي الفئة هذها هم الي كانوا مستهدافين أيضا لأن المادة 112 لا يستفهدوا ليس منها كينين هذا اللي توضعوا من尾кий صادير تنظر المادة 112 ترشحوا بها ورغم ذلك لا يستهدوا منها و لا ترقوش ب 6 سنوات و خط يعني ترشح بالمدة 112 يعني ترقى بعشر سنوات وترقى ب 12 سنة في حين ان هذو اللي استافدو من المدة 112 وتقعدو بعدها 2012 وتقعدو بعدها 2016 يعني المتقعدين هذين 2012-2018 استافدو من المدة 112 هذك شعراش دازو غيبوا 6 سنوات اولا وتاني مستافدين من المدة 115 السنوات الاعتباري في الوقت لهذا الملف و لا ملف ديال عورج فقط بالمادة 115 بالسنوات الاعتباري فما نقولوش بانه را كان ديال الاعتراف بيعني بالتضحيات وبالخدمات اللي قدمها هؤلاء المعلمين وبحجب الضرار اللي اتعرضوا لي والحيف والزور و الظلم اللي كان طالهم يعني من جراء النظام الازراء 1985 والذيين 2003 ما تعالش على اساس انه كأنه ضحايا لهذا النظام بل عورج فقط على احتسابهم انهم مستافدوش وكانوا ضحايا ديال المادة 115 وبالتالي قاموا بتتميم المادة 115 الموجودة في المرسوم فهم يعني ضحايا ديال المادة 115 لأنهم مستافدوش منها مستافدوش من المادة 115 إنه مكان تحاجة جديدة في هذا المرسوم ديال جوز 11504 فقط كانت غير السنوات الاعتبارية وهذه السنوات الاعتبارية اللي كانت درت في المرسوم ديال 2003 هي كانت درت باش يستافد منها اي واحد ترقب السابق وبالتالي فقط هذا الشيء عليش اعطوهم السنوات الاعتبارية حتى هذوك الافواج من 2012-2015 راه هذك الشيء عليش دخلوهم في هذك المرسوم واحتاسبوهم ومن اللي محتاسبينهم كفئة اولى ديال المتقايدين من 1-1-2016 ومن اللي محتاسبينهم ديال المزاودين هو هذا تضليل 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 وتضليل وكل شيء يعرفه لان من 1-1-2016 فهم متقايدون ومقبلون على التقاعد ولا نغطي الشمس بالغربان فالذي قصدوه على سيد الوزير لانه ما عارفش يعني لدي طايدة لدي الملف سيد ابزازي فادنوا انه يعني اظن ان السيد بن موسى شاكيب ستصله المعلومة الصحيحة وغده يوقف يعني على الحقيقة ديال هالي الملف وبما انه رأى المادة 112 والماادة 115 وجدت في النظام السيد عالفين وثلاثة باش تنصف المعلمين من التوظفه بالسابع وبالتاني جاءت من اجلهم هم الاوائل كانت تخصهم هم اللي قولين استافذهم هذا الشيء لش نقولهم دا حايا المادة 112 وضا حايا المادة 115 دا حايا المادة 115 وضا حايا المادة 115 وهم جميع الافواج اللي تقاعدت من 2003 الى متن من 2011 للعدد دا حايا المادة 115 وضا حايا المادة 115 لوجدتها في المرسول في النظام السيد عالفين من اجل انصاف هؤلاء الشيء فا اي واحد باقي ما استافذت من المادة 112 يعني مترقاش بست سنوات بالشرط اللي كانت يوضعوه ديال ست سنوات من اخمسة عشر سنة اقدمية عامة هذا خاصه ينصف خاصه يستافذ من المادة 112 والذي ما استافذرش من السنوات الاعتبارية من المادة 115 فهو ضحية ديال المادة 115 و خاصوك يستافذ من المادة 115 فهادو اللي رقوا هم من 2012 الان 2018 كلهم اغلابيا ديالهم استواقظوا من المادة 112 و مترقوا بست سنوات واستافذوا من المادة 115 و تمنเหسança بسنوات الاعتبارية اذا لم يعودوا ل حلايا المادة 112 ولا ضحية المادة 115 ولا Low allowed لأنهم كنعوا لجان ميلف على أساس أنهم ضحايا كان خاصهم يبدأوا تحييل الوضعية الإدارية لجميع المتقاعدين من 1985 إلى 2018 وهذا الشيء هو اللي ما تمشي بل أذهب من ذلك أنهم وقفوا فقط في واحد واحد 2012 وما بعد وأقصوا ما قبل 2012 جملة وتفصيلات وذلك لأنهم غيبوا الحقيقة على السيد الوزير ولم يخبروه بالحقيقة لأن بن كيران هو اللي تنحمل المسؤولية هو اللي وقف الأطهر الرجعي هو اللي أقصى هذو المتقاعدين ما قبل 2012 ما عاش للعدد دي لهم 10.200 لولا الشرفاء والنزهاء والرجال الأخيار والنساء الخييرات الأحرار والحرائر ما كانش الوزير هتوصلوا المعلومة الصحيحة التي أوصلها للسيد الكريم الرجل الفد ابن مدينة آسا في حاضرة المحيط المناضلة الأستاذ عديلي حسان أوصل له هذه المظلومة وعرفوا بالحيثية المعطية الحقيقية بدقة نواب تفصيل وذلك اعترف بهذا الملف وضعوا من الأولويات وقال عنه بأنه ملف إضافي وملف جديد وهو كل من توظف بالسابع وبالتاب من 2003 جميع الأفواس تصاعديا إدامة 2011 وهو ملف مخالف ويضم وضعيات إدارية مختلفة فهناك من تقاعد بالسلة بالتامن وهناك من تقاعد بالتاسع وهناك من تقاعد بالعاشر في الوقت اللي كانوا الشميت لا يتكلمون إلا على السلام العاشر على هذوك المرتابين من 72 إلى 73 للأصل ديه لو كانوا أصلاً ما كانوا جداخلين في الاعتراض بهذه المظلومة ولو داخلين ومستحودين وعارفين أنتم المؤثيرين اللي كانوا وجيشي داك وقد نقولوا بليد طعي مميل كيفاش قاموا باحتسابهم وبإقساء العصل هذو اللي دايزو كتار من خمسات المرات وطرقاوا بست سنوات من سلم إلى سلم 12 سنة ولو دايزين ترقين جورج مرات ترقين من التاسع العاشر ومن العاشر الـ 11 وباقي الردينهم وباقين يهللون ويطبيلون ويزمرون لهم إذا نكتفي بهذا القدر ونعيدكم بفيديو آخر إن شاء الله مستقبلاً في القريب العجيب إن شاء الله يلا نشوفكم بخير موقع نش ندخلونا نتخلو الفيديو شوية نقي تتجي الفيديو الأخر لغادي نعضروا على هذا الناس اللي كانوا يعني يريدون أن لما غادي نقول أن خلوة الفيديو آخر يلا تبارك الله لكم ونضيع عامكم وتحييني ضعليها دائماً للأحرار والحرائر شرفع والشريفات في هذا البلد الآمن الأمين من طنجة إلى الهويرة ودائماً سنبقى أوفياء مقلسين للرجال 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 والنساء 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 والأحرار والحرائر فقط لا أدعيكم ونسكتوا فيها لما نقولون بك الأخرى تجيب الضروف ونعاوض نقولون مزيان يا الله تبارك الله لكم شمنا كنت